طيب أستاذ أحمد إذا قلنا أن نظام بشار الأسد متواجد الآن في سوريا هو الذي يعني يعطي القوة لتواجد الإيراني هو الذي يعطي القوة لسيطرة الأكراد أو جمعات المسلحة الكردية على بعض الأماكن هو الذي يعطي القوة لحزب الله هذه كلها عوامل قوة من أجل نظام بشار الأسد أو بوجوده توجد هذا يعني أن النظام ربما لا يسقط أبدا لأن هذه أذرع دولية قوية ليست بالضعيفة يعني أذرع قوية ولكن نحن أقوياء نحن أقوى منهم نحن اضطر النظام أنه يجيب عشر جيوش أجنبية للقضاء علينا وما قضاء علينا اللي تعرضنا له من قمع وكهر ما تعرض له بشر لا الفلسطينيين ولا اللبنانيين ولا العراقيين ولا أحد في عشر جيوش أجنبية في بلدنا ولكن ربما نجح نجح بعد ما يقولها أردوغان الآن أنه أريد أن أجتمع مع بشار الأسد هذا يعني أنه نجح في نهاية المطاف أبدا أبدا لا يعني كيف قرأت تصريح أبدوغان؟ ينجح النظام فقط عندما نحن أصحاب القضية أصحاب الشأن نقبل ببقاء بشار الأسد هون بيكون نجح كيف قرأت تصريح أبدوغان؟ سياسة لعب سياسة وخطأ أنا من نجحة نظريه وخطأ لأنه سوف يؤدي أنه تركيا أنه نحن نخسر حليفنا الأول نحن أحرار سوريا وهذا سوف يؤدي أنه تركيا تخسر حليفها الوحيد في هذا العالم نحن الحلفاء الصادقين الوحيدين لتركيا في العالم كله تركيا كل الأطراف معادية لها أمريكا وروسيا وإيران وإسرائيل والأنظمة العربية تركيا ليس لها حليف إلا نحن وسوف تخسر هذا الحليف ونحن ليس لدينا حليف إلا تركيا وللأسف بهذا التصرف سوف نخسر حليفنا الوحيد ولكن سوف نواصل يعني نحن من يوم اللي قررنا نعمل ثورة كان واضح تماما ونعرف تماما أنه يستحيل أن يدعمنا أحد في هذا الطريق كنا متأكدين من ذلك كنا نعرف أنه الأنظمة العربية بشدة سوف تعادينا كنا نعرف أن الأقلويين في بلادنا سوف يعادون الثورة بشدة وعلى هذا الذي حصل ونعرف أنه إسرائيل عدو الأول أنه تصبح سوريا دولة ديمقراطية هذا أسوأ شيء بالنسبة لإسرائيل هو أنه تصبح سوريا دولة ديمقراطية وكنا نعرف أنه أمريكا لا تريد ونعرف حتما 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 أنه إيران وروسيا مستعدين يأتوا بكل جحافلهم ليمنعوا أن تصبح سوريا دولة ديمقراطية عارفين ذلك من البداية ودخلنا الثورة ونحن نعرف أنه هذه الثورة مغضوب عليها جزء مهم من الشعب السوري ومن كل الحكام العرب ومن كل حكام العالم تعرف ذلك ومع ذلك دخلنا ولن نخرج لن نقبل بقاء بشار الأسد حتى إذا صالحته تركيا حتى إذا صالحته الكرة الأرضية كلها حتى إذا عادت السفارات الميتين دولة اللي في العالم ترجع إلى دمشق نحن لن نصالحه ولن نقبل ببقاء أبداً اشتركوا في القناة